اعلنت وزارة المالية ابرز المؤشرات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال فترة تنفيذ برنامج الاصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي خلال عوام 2012-2015 واقترضت المملكة بمجبه ملياري دولار فعلى الصعيد المالي اظهرت المؤشرات ان عز الموازنة مع المنح المقدر لنهاية هذا العام سيبلغ 468 مليون و 400 ألف دينار مقارنة مع عز بلغ مليار و 842 مليون دينار في نهاية 2012 كما انخفضت نسبة العز الى الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي 7% مقابل 38% في العام 2012 اما اذا تم استثناء المنح فان العز بلغ مليار و 596 مليون دينار بنسبة 85% من الناتج المحلي للعام 2015 مقارنة مع اكثر من 2 مليار و 151 مليون دينار بنسبة 89% في حين تراجعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية السنوية الى 570 مليون دينار المقدر في العام 2015 مقابل اكثر من مليار و 157 مليون دينار في عام 2012 اما عن القطاع النقدي فقد بلغ حجم الاحتياطات من العمولات الاجنبية 6 مليار و 633 مليون دولار بالعام 2012 وغطى فترة 3 اشهر و نصف الشهر من التجارة الخارجية مقابل 15 مليار و 367 مليون دولار المقدر في العام 2015 وتغطي مدة 7 اشهر من التجارة الخارجية اما القطاع الحقيقي فيتوقع ان يصل الى 2.9% ليبلغ 27 مليار و 91 مليون دينار في 2015 مقابل نمو 2.7% بقيمة 21 مليار و 965 مليون دينار في عام 2012 اما معدل التضخم فقد بلغ 8.4% في العام 2012 في حين يقدر لنهاية العام بنسبة 1.9% اما المديونية فقد انخفضت نسبتها السنوية من 23% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 الى ما نسبته 2% في عام 2015 وارتفعت نسبة تغطية الايرادات المحلية الى النفقات الجارية الى 94% للعام الحالي مقابل 67% في عام 2012 اما القطاع الخارجي فقد اظهرت المؤشرات ان عز الحساب الجاري مع المنح انخفض الى 2.8 مليار و 820 مليون دولار بنسبة 7.4% من الناتج المحلي الاجمالي من 4.717 مليار دولار اي بنسبة 15.2% من الناتج في عام 2012 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة